في ريعان الشباب يودع العرقي عمر حيدر الحياة منتحرا بعد ان كتب اسباب اقتامه على الانتحار وهي وصية ربما كانت تبريرا لمجتمع يرفض الاقبال على الموت هربا من حياة ملأ بالمعاناة الا ان لاسا كان رفيق ما ضجت به منصة التواصل الاجتماعي من تعليقات وتغريدات اتفجرت حزن العشرات على وصية الشاب المهندس الذي تسبب برحيله والده وزوجة والده وفي ريعان انجازه كمهندس كان يعمل في نفط ذيقار لفت منشوره الانتباه الى عرضه لارقم المبالغ المديون بها لاشخاص من مقربيه قصة وان كتبت في صفحة خلفة اجتماعية ووصية للحفاظ على نجله الذي سيحمل اسمه فيما بعده في حياة لا يعرف شرها من خيرها الا انها تكشف غرق المجتمع العراقي في نهايات تختم بكلمة الموت وفي العراق من لم يمت في المعارك او الارهاب او حوادث الطرق او الاحتجاجات سيموت منتحرا حيث سجل العام الفين واثنين وعشرين لغاية شهر تاموز نحو اربعمائة وعشرين حالة اي بمعدل حالتي انتحار كل يوم وهي ارقام لا يراها مراقبون غريبة في بلاد يعيش سبعة وعشرون بالمئة من سكانها وراء جدران البطالة واثارية فضلا عن تخط الفقر لنسبة واحد وثلاثين بالمئة من مجمل سكان العراق